هل يسمع حكيك هلأ بقول ماريو باسيل شو هالحكي الحلو المنمق اللي عم بيختارون بس كلنا منعرف ماريو باسيل انتمائي السياسة للطيار الوطني الحر كلنا منعرف أنا للطيار الوطني الحر أنا من قبل لا انتبه أنا انتمائي أول شي للإنسان تاني شي للبنان هيدو الشعارات هيدو الشعارات لا لا مش عارات هيدا المظبوط أنا بالنسبة للغاية للبنان هو المنارة هو الحضارة هو التطور هو الانسانية هو محول الثقافة العراس يلي مع هيدا اللبنان أنا بزقف له يلي ضد هيدا اللبنان أنا ضده كل السياسين بيحكوا هيدا الشعارات يعني إذا بتسمع كل السياسيين لا عندك سياسيين ما بيحكوا هذه الشعارات عندك أسكى واحد بين السياسيين كلهم والذي مسيطر على البلد شعاراته بعكس هذه الشعارات مين هيدا أسكى واحد؟ سيد حسن نصر الله هو أسكى واحد أمين عام حزب الله أمين عام حزب الله أكيد هو أسكى واحد منهم كلهم بس المشكلة البيرية شاهدوا شعاراته ليه غيم هو كمان بيقول لك أنه أنا مع السلاح كرميل دافع للبنان أنا مع السلاح أمدفع عن البلد أمدفع عنك أمدفع المزيحية والإسلام أمين أنت تناب اللعب أميقول لك شو هو أميقول لك شعاراته هو لا بس أنت ما بدك تشوف أقوالهم ما بدك تشوف شو عام يعمل هو هو يلي بده إيه هو أسكى واحد أو يوصل للي بده إيه ويلي بده إيه هو بعكس 180 درجة من يلي أنا بده إيه أنا يعني بعني بيئتنا الحضارية الصقفية اللذيذة عراسي عراسي اللي بده إيه رئيس جمهوريتك هو ذاته اللي بده إيه حسن نصر الله ما هيدي المشكلة التالي ما أنت معه لا أنا ماني معه مانك مع أنا ماني أنا مع لبنان وأنا مع الإنسان أنا كنت كنت محبز للتيار وقته كان الجنرال أو الرئيس أو ما بدي أقول ألقاب فينا ما نقول ألقاب ما تقول ألقاب لأنه بالنهاية نحنا كلنا متسوين بعيون الله خير وقته كان من زمان كنا نتسمع وقته كان منفل جنرال بفرنسا نقعد نتسمع وندمع ويا لطيف وإجا الجنرال وبكينا كان يحكينا بشو كان يحكينا بشو كان يحكينا بشو كان يحكينا أنا أول مرة سمعت عن المهدي كانت من الجنرال ماذا قال بقته؟ وقته ماذا قال الجنرال؟ قال ماذا قال المهدي؟ أسأله من أول مهدي من الفرس هاجمين؟ هجموا الفرس أول واحد ركب معهنا الإحسان وإجا علينا أنه غير أنا بعدني عوني هو بطل عوني أنا لبناني ليس عوني هو جنرال عون أخذ الأشياء التي كان يقولون بشير جميل مضبوط أو لا صحيح هو أخذ الأشياء التي كلنا بدنا إيها بدنا لبنان بلد حرية سيادة استقلال وين الحرية؟ وين السيادة؟ وين الاستقلال؟ وين التطور؟ وين الإصلاح؟ وين التغيير؟ تغيرنا لورا؟ عم نرجع على العصر الحجرية؟ رجاء ما يحصل فينا؟ رجعنا رجعنا وبعد لأكتر ولعتمة وإنه هلأ بكرة يمكن لازل نعمل سكتشات نرجع على العصر الحجري نحط برريك وعضب بمنخارنا هوني بس ما نشكله أنه ما حدا نواعي مشواعيين لوين رايحين يعني عندك العالم يلي بعده نعب هلأ يمكن الجنرال هو يمكن هو نيتو منيحة بس أنا بأعتبر يعني أنا مرة رولولف قاعد ما حدا من خياديين بالطيار قاعد معه ساعة ونصف هيدا من بعد من بعد مرمخايل لأنه أنا بالنسبة للغاية الطيار في قبل مرمخايل وبعد مرمخايل أوكي أنا وقتها وقتها صار مرمخايل لأنه بالنهاية انتبه أنا عم بحكي عن القيادة تبع الحزب ومش عن الحزب كله نسوا القيادة صفى مطرحها نظرتها هي عم بقايرنه لبنان شو عم يعمله عم بقايرنه قايرنت لبنان حاول تصفوش بعد قريتها مجد أنا اختاراتها أفا قايرك يعني اجي يقل لي نحن قلنا أنه أوكي بركي الجنرال تفق مع الحزب لا يعطيهم ثقة لأنه هو بيعطي ثقة وكلنا وسقنا فيه لا يرجعوا طي يعملوا لبنان لأنه بالنهاية الحزب هو زراعة إيرانية مضبوط ولا لا وكله تمويله من إيران بدون يسمعوا الكلمة من إيران نحن علنا بركة يعطيهم سئة بينخرطوا بيرجعوا بالدولة. كتال ناس هلأ قاموا 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 ايرانوا لبنان بدل ما يلابنوا حزب الله. بس هلأ بدألك شي حتى نكون حتى نحكيهم مضبطين. كتال ناس هلأ يفهموك غلط أنه عم تهاجم إيران وعم تهاجم الفرس وكأنك عم تهاجم لأخواننا الشيعة. لا 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 ما خص الشيعة حبيبات قلب الشيعة خي يخيل مواطن. أنا الشيعة أنا كثير صحبة مع أنا وقت وصلت على برلين من كم سنة اجوا شباب الشيعة من الجنوب حملوني على كتافهم تخيل بمطار برلين حمليني على كتافهم بطلع على بعلبة كل العالم. الشيعة من عمل لهم الشيعة شعب طيب مضياف قلب حلو أحلى عنا بس كلمين هيدا لا أكيد هو إيادة الحزب شخصياً يلي أخذتنا على المحور الإيراني هيدا مشكلتنا الأساس. يعني هلأ هو متشعب كثير الموضوع يعني أنه هي مشكلتنا أنا بلبنان بالأساس أنا قبل الفساد عندك هي الكيان كياننا نحن اللبناني الحضارة اللبنان المنارة والثقافة بخطر.